اشتركوا في القناة فلم يرجع من ذلك بشيء وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وينبغي للطلاب العلم أن يبث الوعي بين الناس في فرائل هذه الأيام العشر لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم وأكدوا أيامها في الصيام يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنًا منهم أن لذلك مزيّة فهذا غلط نعم من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصعده فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هلأيام فلا حرج عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر